اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله أعمالكم بأحسن القبول في قراءتنا في هذه الليلة من كتاب أعيان الشيعة من المجلد العاشر عندنا شخصية تحمل لقب كشاجم لقب غريب شوية رح نعرف شنو هذا كشاجم هو أبو الفتح محمود ابن الحسين ابن السندية ابن شاهك الرملي المعروف بكشاجم المتوفى إما سنة ثلاثمئة وخمسين هجرية أو ثلاثمئة وستين هجرية اللي كان مثبت معاي وأنا أقرأ الاسم أكو اسم جديد يرنرنة السندية ابن شاهك كلكم تعرفون السندية ابن شاهك من هو هو سجان الإمام موسى الكاظم عليه السلام هذا جدة جد كشاجم محمود ابن الحسين ابن السندي ابن شاهك طيب نعم حين نقول إن شاء الله باكستان طيب بالتالي من يقرأ اسم هذا الشخصية اللي هو شاعر في الواقع يتفاجأ بأن جدة هو السندي ابن شاهك الذي تولى سجن الإمام الكاظم عليه السلام وشدد عليه في سجنه وعلى يديه أيضا استشهد الإمام مسموما طبعا بأمر هارون السندي ابن شاهك كان مدير شرطة الخليفة العباسي هارون ووصف بأنه كان مضيعا لأوامره قاسيا على من عاد هارون أو أمر هارون بمعاداته فكان ولاء لهارون شديد وعنيف حتى لو كان هذا الذي وجه نحوه كان من أقارب هارون أو من أولاده أو من وزرائه السندي ابن شاهك شاهك اسم الأم وليس اسم الأب وكان لقيطا يعني تم أخذه وهو صغير وأمه سبية من السند والسند احنا قلنا أكثر من مرة جزء من باكستان حاليا وفيها مدينة كاراتشي المعروفة فأمه من هناك أصلها قيل شكل منصور طبعا هذا الكلام كله موجود في أعيان الشيعة نهيبته لمجرد أن ناخذ فكرة وبعدين ندخل بعض المقاطع ناخذ من أعيان الشيعة قيل شكل منصور لأحدهم أبو جعفر المنصور ضعف حجابه الحاجب هو منه ذي الحرس اللي يدخلون الناس ويطلعونهم وكذا فقال له هذي لهم مو شديدين يعني فقال له استخدم قوما وقاحا ناس وقحين يكونوا قال ومن هم قال اشتري قوما من اليمامة اليمامة نحن نعرف في وسط المملكة العربية السعودية حاليا اشتري قوما من اليمامة فإنهم يربون الملاقية يشوفون اللقطاء هذين أيتام أولاد مثلا حرام كذا إلى آخره ياخذونهم من الشوارع يلقطونهم فهذي لشي سمون فيهم يربونهم على إيدهم بطريقة معينة بحيث يطلع لك واحد مثل السندي بن شاهك اللي هو كان منهم أمر هارون طبعا بنقل وفعلا قام الأبو جعفر المنصور بهذا الأمر وكان يعني السندي بن شاهك نتيجة هذه النصيحة اللي أخذ أبو جعفر المنصور وغير السندي بن شاهك هارون أمر بنقل الإمام الكاظم عليه السلام من سجن الفضل بن يحيا وسجن أول شيء كان عيسى بن جعفر والي البصرة إمام موسى كان هناك بعدين هذا شويلان مع الإمام الكاظم وقال حق هارون أنا ما أقدر أضر ثم نقله عند الوزير الفضل بن الربيع ثم الفضل بن يحيا وكلهم تأثموا أن يغتالوا الإمام ويقتلوه وأن يشددوا على الإمام فنقله إلى رئيس شرطته هناك سجن في بغداد تحت إشراف السندي ابن شاهك وبالتالي بعد مدة أمره بقتله وكان من جوائز ولاء هذا الرجل وما فعله أنه أعطي ولاية الشام صار والي الشام على عهد هارون العباسي قال الذهبي في تاريخه السندي ابن شاهك الأمير أبو نصر مولى أبي جعفر المنصور هو من أيام أبو جعفر منه صغير أخذه ربه ولي إمرد دمشق للرشيد أنا قلت الشام أقصد خصوص دمشق ثم وليها بعد المئتين يعني مرة ثانية بعد سنة متين ويبدو هذا أيام الخلاف ما بين العباسيين والمأمون في أكثر من واحد يحكموا في بغداد غير المأمون بعدين رجع المأمون احتمال بهالفترة عينوا والي على دمشق وكان دميم الخلق خلاق سيء هذا السندي روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بإسناده عن عمار بن أبان قال حبس أبو الحسن موسى بن جعفر إمام الكاظم عند السندي فسألته فسألته أخته أخت السندي أن تتولى حبسه قالت خل هذا الرجل تحت رعايته وكانت تتدين كانت تتدين يعني شنو شنو يعني تتدين متدين يعني شنو متدين من الدين تتدين يعني كانت إنسانة تحب الصلاة صيام الناس المؤمنين كذا فشافت الإمام الكاظم صلاة عبادته معروفه ومن فقالت حق أخوها خلنا هذا تحت رعايته في السجن ففعل فكانت تلي خدمته فحكي لنا أنها قالت كان إذا صلى العتم حمد الله ووصفت صلاة وعبادة الإمام الكاظم ليله ونهاره وهو في السجن فكانت أخت السندي إذا نظرت إليه إلى الكاظم قالت خاب قوم تعرضوا لهذا الرجل وكان عبدا صالحا هذا انطباعه وكلامه طيب الآن سبحان الله يخرج الحية من الميت حفيد السندي بن شاهد هو هذا الشاعر كشاجم الذي كان مجاهرا بالولاء لأهل البيت عليه السلام وعنده أشعار كثيرة وكان من شعراء سيف الدولة الحمدانية ووالده أيضا عبد الله أبو أبو سيف الدولة أيضا كان هذا شاعر عنده ونحن نعرف الدولة الحمدانية كانت دولة شيعية إثنى عشرية فكان من المجاهرين بولاء أهل البيت والذابين عنهم متفانيا في محبتهم صادقا في مودتهم يناظر أعداءهم ويفحم مناوئيهم بالحجج القوية وعند أشعار كثيرة في هذا المجال العموم في القرن الرابع الهجري الذي كان عايش فيه هذا القرن كان قرن مميز في إظهار عديد من العلماء اللي كانوا يجمعون أكثر من علم يعني كانوا موسوعيين تشوفه في الدين تشوفه في الطب تشوفه بالفلسفة تشوفه في كذا ظهروا مجموعة من هؤلاء وألفوا ما ألفوا في هذا الإطار وكشاجم هو أحد هؤلاء والاسم هذا اللقب كشاجم كل حرف دليل على فل أو علم من الفنون أو العلوم التي امتاز بها صاحبنا هذا فحرف الكاف للإشارة إلى أنه كان كاتبا ومهنة الكاتب أيام الدولة الأموية والعباسية ليست بمعنى سكرتير عادي مثلا يطبع على الآلة الكاتبة فرضا ويعرف خوية فنون في الطباعة وغيرها لا كانت مهنة الكاتب مثل الوزير مهمة جدا بحيث أنه لازم يكون أديب مثقف يكون عنده خط جميل يكون عنده حفظ للأسرار عنده مجموعة من المواصفات وهو بمرتبة وزير فهذا الكاتب خذوا مننا حرف الكاف كشاجم كاتب وبالشين إلى أنه شاعر وبالألف إما إلى أدبه أو إلى إنشائه يعني بالإضافة إلى الشعر كان عنده نثر وبالجين إلى نبوغه في الجدل في الجدل في النقاش والمين إلى أنه إما متكلم يعني متخصص في علوم العقائد أو منطقي يعني في مجال المنطق أو في مجال التنجيم منجم يعني علوم الفلك وغيرها وقيل هذه كشاجم الصير كاف شين شين ألف جيم مين برعى أيضا في الطب ولذا بعضهم قال طك جاشر مو كجاشر طك شاشر لأنه بالطب أيضا عنده تخصص في معجم الأدباء يقول السيد من حين هذا من أعيان الشيعة يقول في معجم الأدباء أو دباء عن كتاب أبي سهل أحمد بن عبيد الله بن أحمد كان أبوه أبو كشاجم اللي هو الحسين بن السندي سجزيا أي من أهلي سجستان سيستان يعني اليوم يقولون سيستان تعرفون جزء منها في إيران وجزء وين صغيرة فاكستان وإحنا عرفنا أمه من وين من السند من كراج أبوه رح سكن هنا يعني رجع إلى أصل تقريبا إلى المنطقة اللي هو من أصل أبو هذا يعلم الصبيان وولد هو يعني كشاجم وين الولد ببلغ بلغ وين صايرت على بعد عشرين كيلومتر من مدينة مزار شريف تذكرون أحداث أفغانستان قتلوا كذا وتفجيرات كله يقولون مزار شريف مزار شريف هذا بأفغانستان ورأي آخر يقول له أن مولود في فلسطين في الرملة وذكره ابن شهر آشوب في معالم العلماء وقال كان شاعرا منجما من أشعاره مما يدل على أنه ما كان يحب أن يكون من شعراء الملوك الظالمين قوله رأيت الرئاسة مقرونة بلبس التكبر والنخوة إذا ما تقمصها لابس إذا واحد لبس لباس الملك إذا ما تقمصها لابس ترفع في الجهر والخلوة جدام الناس وبروحه كله خشمه وين بالسمن ويقعد عن حق إخوانه ما يدي الواجب تجاه إخوانه وكذا ليش يشوف ويطمع أن يهرع نحوه مع أن متكبر عليهم يقول الناس ما يقول لي ما يحبوني لي ما كذا وانت تعقل صرفاتك طبعا من مميزات شعر كشاجم الشعر الموسيقي الخفيف تحس كذلك قابل أنه يتحول إلى نشيدة أغنية فدائما عبارات تكون قصيرة كلمات قليلة وينقصهم من جميل الدعاء ما يدعو لهم ويأمل عندهم حظوة فذلك إن أنا كاتبته مثل هذا الملك الحاكم إذا صرت أنا الكاتب عنده فلا يسمع الله لي دعوة لو أدعي الله ما يستجيب لي لي لأن عنده واحد متكبر قال قاطع للأخوان ولست بآت له منزلا ولو أنه يسكن المروة لو يسكن على جبله مروة ما رح لو أزوره فبالتالي يقولون هذا كانت نظرته للعمل عند مثل هؤلاء الآن من قصائده في شأن الله أم عليه السلام هم حجج الله في خلقه ويوم المعادي على من خذل ومن أنزل الله تفضيلهم فرد على الله ما قد نزل فجدهم خاتم الأنبياء ويعرف ذاك جميع الملل ووالدهم سيد الأوصياء ومعط الفقير ومرد البطل آلي عليه السلام من شعره في أمير المؤمنين عليه السلام هلال إلى الرشد عال الضيا وسيف على الكفر ماضي المضاء وبحر تدفق بالمعجزات كما يتدفق ينبوح ماء علوم سماوية لا تنال ومن ذا ينال نجوم السماء علوم سماوية لا تنال ومن ذا ينال نجوم السماء لعمر الأولى جحد حقه يشتك منهم وما كان أولاهم بالولاء وكم موقف كان شخص الحمام من الخوف فيه قليل الخفاء جلاه فإن أنكروا فضله كان أمام الموت كذا ما يخاف الناس يخافون هو كان البطل فإن أنكروا فضله فقد عرفت ذاك شمس الضحاء أراها العجاج قبيل الصباح وردت عليه بعيد النساء يعني بعدين اللي صار في صار اللي صار لأمير المؤمنين ما صار في وقت متأخر هو نتيجة ماذا ما أراهم من الغبار العجاج في ساحات المعركة أراها العجاج قبيل الصباح يعني خجر الإسلام وردت عليه بعيد المساء بعدين رجعوا أحقاد بدرية وخل بري آل النبي هذا غير الشعر آل النبي فضلتم فضل النجوم الزاهرة وبهرتم أعداءكم بالمأثرات السائرة ولكم مع الشرف البلاغة والعلوم أو والحلوم الوافرة وإذا تفوخر بالعلا فبكم علاكم فاخرة هذا وكم أطفأتم عن أحمد من نائرة بالسمر تخضب بالنجيع وبالسيوف الباترة تشفى بها أكبادكم من كل نفس كافرة ورفضتم الدنيا لذا فزتم بحظ آخر له رثاء عدة رثاءات للحسين عليه السلام قصائد عديدة في رثاء الحسين أجل هو الرزق جل فادحه باكره فاجع ورائحه لا ربع دار عفى ولا طلل أو حش لما نأت ملافحه فجاءع لو در الجنين بها لعاد مبيضة مسالحه يا بؤس دهر على آل رسول الله تجتاحهم جوائحه بعضهم قربت مصارعه وبعضهم بوعدت مطارعه أظلم في كربلاء يومهم كلهم جمة فضائحه لا يبرح الغيث كل شارقة تهمي غواديه أو روائحه الآن ما أدري بالنهاية سكون حسب التشكيل اللي موجود ضمة اللي عارفون بالشعر عارفون إن آخر شيء لازم سكون أو ضمة فإذا كنت غلطان مضمة يعذروني أهل الأدب على ثرى حلة غريب رسول الله مجروحة جوارحه إليكم أديت نصائحه ونال أقصى مناه كاشحه وسيق نسوانه طلائح أحسن أن تهادى بهم طلائحه وهن يمنعن بالوعيد من النوح والملأ الأعلى نوائحه عاد الأسى جده ووالده حين استغاثت هما صوائحه لو لم يرد ذو الجلال حربهم لو لم يرد ذو الجلال حربهم به لضاقت بهم فسائحه لو الله ما يريد تصير المعركة هذه كان منعها وهو الذي اشتاح حين عقرت ناقته إذ دعاه صالحه نبي صالح دعى لمن عقرت الناقة فالله اشتاح القوم كلهم دمرهم كان يقدر يدمر هؤلاء يا شيع الغي والضلال ومن كلهم جمة فضائحه غششتم الله في أذية من إليكم أديت نصائحه عفرتم بالثرى جبين فتى جبريل قبل النبي ماسحه سيان عند الاله كم خاذله منكم وذابحه على الذي فاتهم بحقه لعن يغاديه أو يراوحه جهلتم فيهم الذي عرف البيت وما قابلت أباطحه إن تصمتوا عن دعائهم فلكم يوم وغن لا يجاب صائحه في حيث كبش الردى يناطح من أبصر كبش الورى يناطحه وفي غد يعرف المخالف من خاسر دين منكم ورابحه وبين أيديكم حريق لضا يلفح تلك الوجوه لافحه إلى آخر القصيدة والحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة